كمان نهارده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عمل اجتماع اسمه اجتماع اللجنة التنفيذية بتاعت ايه اللجنة التنفيذية يا هاسيدي دي بتعمل توصيات او بالادق بتراجع التوصيات والمخرجات للجنة التعليم اللي عقدت في الحوار الوطني وتبدأ تشتغل على تنفيذ هذه التوصيات وهذه المخرجات السؤال هل دي حاجة كويسة ولا مش كويسة طبعا حاجة كويسة حاجة جيدة جدا حاجة ممتازة جدا الحوار الوطني ده مين اللي شارك فيه كل اطياف الشارع السياسي والاقتصادي والمهتمين والعملين والمتخصصين وخبراء التعليم بكل مشتقات ويسأل اذا كان التعليم قبل الجماعي او التعليم الجماعي والبحث العلمي فان النهارده في اطار التعليم قبل الجماعي اللي هو التعليم المدرسي اللي حصل ان انا عندي لجنة جوه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتشوف التوصيات اللي تعملت بتشوف مخرجات لجنة التعليم اللي في الحوار الوطني علشان تدخل فيه اطار التنفيذ سؤال تاني بقى هل هذا جيد يسعد حضرتك انا اظن ان دي حاجة تسعدنا لان احنا اللي طالبنا بانه لازم يا جماعة تعرفوا ايه اللي في ازهرنا لما جي في خمط الرئيس واطلق الحوار الوطني في ابريل عشرين اتنين وعشرين وقال لازم نطلق هذا الحوار فاحنا كلنا سعيدنا وتهللنا جدا وبدأت الناس تشارك بالفعل وحصلت مشاركة واسعة جدا في الحوار الوطني والكل ادل بدلو بالمناسبة والكل الكل اللي هو عايزه وكل ما يجول بخاطره وكل ما كان يعني كان يحبسه فيه داخل نفسه او حتى ما بين الجنبات صدره اتقلت بمنتهى الصراحة بمنتهى الصراحة والناس حطت افكار جديدة وكتير منها افكار حلوة وده اللي بيتراجع او مش بالادق بيتراجع ده اللي ان شاء الله هيتنفذ عن طريق وزنة التربية والتعليم اذا الدولة تستمع لرأي الشارع الدولة تستمع لاراء الخبراء والمتخصصين الدولة تستمع لاراء حتى اولياء امور الطلاب لانه اكيد ليهم رأي ليهم وجهة نظر طيب الاجتماع ده الوزير الدكتور رضح جازي الحقيقة بدأ يستعرض النتائج بتاعة اللجنة التنفيذية ويشوف يعني التشكيلات اللي هتتعامل لتنفيذ هذه التوصيات لكنه اكد على حاجة مهمة جدا قال انه كل هذه المخرجات والتوصيات اللي جات لنا تتماشى جدا مع اهداف الخطة الاستراتيجية بتاعة الوزارة طب اني خطة يوسف 24 29 وان شاء الله هتنفذ وبدأ تنفيذ جزء كبير منها خلال الفترة الماضية ومستمرين ان شاء الله وكل عام وانتم بخير واعوام در